الى التونسيين بالخرج مش التلقوا للحصائيات المتعلقة بعمليات الاقتراع خارج دراب الجمهورية ريثا ما يتم اعداد الحصائيات المتعلقة بالتونسيين بالداخل الكلمة لزمينة سينام بالعنزيز بالنسبة لقبال بالتونسيين بالخرج في حدود السعفافة كان 12% معناتها 64444 ناخد على 386000 ناخد نسبة لقبال الى هدوث ساعتاتها ازادة في الهائيات الخرعية بالخارج نبدأ بهاية العالم العربي وباقي دول العالم 19% ايطاليا 6.7% فرنسا 2% مارسيليا 9.2% فرنسا 1% باريس 18.9% الامريكتين وباقي دول الأوروبية 9% و 10.6% بالنسبة للألماني أكثر نسبة هو مذكور 31.784 ناخد معدل 68% والإينات 14.680 معناتها 32% بالنسبة للأقبال دائرة الفائية في ألمانيا برلين 10.4% بولم 8.3% مينيخ 18.7% غنبور 8.6% و أكثر من إيطاليا مثلا ميلانو 5.4% جنو 8% روما 7.4% نابول 2% و 3.2% بالنسبة للألماني 9.5% و هذه المنتاج تقدم الثلاثة معناتها تطور 5 غدرجين معناتها ما كانت بالاقتراع في الخرج ما زل لهم 10 بطاياك بارك و لا تسكرون ومعناتها اللي يكونوا والدعوة لكي تكون أكثر للناخبين اللي موجودين في تونس أنا أحب أن نكون بزالة مع أنتها ساعة أخرى للتوانسة يجب أن يمشيوا يناخبوا توا خاصة للموضوع هذا ما يخصش عملية انتخابية برك هو سيتان دوفاق دومي مواخ للمرتير اللي مات في يوم وأيام بش اليوم مصبحنا في تونس نناخبوا بالطريقة هذية كل ديمقراطية ضعوك مش عملية بش تمشي وتقول لا نحب نمشي ولا ما نحب يزمك تمشي بقومه حتى لو كان يبقى 5 دقائق وتقوم بالحق الانتخابي بتاعك بش معناتها نخرجوا ناس كل الأحنا فايزين في الانتخابات هذية ما قلوكش صوت لفلان ولا فلان لكن قوم بالواجب بنتاعك هكا حقك وانتي تونسي ويزمك تفرش تنتخب هذا الواجب والدعوة اللي يقولها لتونسلكم سي فاروك شكرا سينابيل مش قد بولكم دوى نسب الأقبال داخل التراب الجمهورية الى حدود الساعة الثانية والنصف بعد دوري هذا الان بالنسبة لعداد المسجلين للانتخابات التشريعية نعرفوا اللي هما بالنسبة 6.680.339 عدد الناخبين مليون وخمسة مائة وتسعة وستين الف اي بنسبة اقبال جمهورية قدرها 23.49% داخل تراب الجمهورية نسبة الاقبال حسب الولايات او حسب الدوائر الفرعية الانتخابات دايرة تونس واحد عدد الناخبين تسعة وستين الف وثمانية وتسعة وتسعين بنسبة اقبال 23.38% دايرة تونس اثنين عدد الناخبين الذين خابوا بتصويت تلاثة وتسعين الف وثلاثة مائة واربا وستين بنسبة 29.93% دايرة بنعروس عدد الناخبين 77.330 بنسبة 21.45% دايرة اريان عدد الناخبين 88.789 بنسبة 28.85% دايرة منوبة عدد الناخبين 53.924 بنسبة اقبال 24.03% دايرة جندوبة عدد الناخبين 75.931 بنسبة اقبال قدرها 21.22% دايرة الكافر 33.889 بنسبة الاقبال 21.69% سديانا ستة وتلاتين الف وسبعة وثمانين ناخب بنسبة 26.35% بنزبط واحدة وثمانين الف وسبعة وثمانين الف وسبعة وثلاتة وخمسين بنسبة 25.27% دايرة باجة 37.158 قبلها نسبة 17.72% نابل واحد 64.095 بنسبة 24.29% نابل اثنين 53.107 ناخب 25.24% 25.24% الهيئة الفرعية بيزاروان عدد الناخبين 31.681 اي 26.80% الهيئة الفرعية بالقيروان عدد الناخبين 66.890 اي 20.25% القاسرين عدد الناخبين 55.756 اي 19.27% سيدي بوزيد 68.509 اي 20.82% سياد فضل شيسو فين قفسة دائرة الانتخابية بقفسة عدد المقترعين 28.893 النسبة 11.01% الدائرة الانتخابية بي توزر عدد المقترعين 22.143 النسبة 29.29% الدائرة الانتخابية بي جبلة عدد المقترعين 26.480 النسبة 25.42% الدائرة الانتخابية بي سوسة عدد المقترعين 93.914 نسبة الانتخابية 25.40% المهدية عدد المقترعين 51.049 النسبة 20.64% الدائرة الانتخابية المناستية النسبة 24.9% سفاقس واحد النسبة 27.66% سفاقس اثنين 26.28% جبز 22.37% مدني 23.23% تطوين 22.26% وكما تلاحظوا اعلى نسبة هي في تزر 29.29% تزر 29.90% إذن تتواصل كما قلت يعني عملية التصويت داخل تراغ الزمورية مجال تقريب يوصلنا فقط ساعة على غلق جميع مراكز الافتراع داخل تونس أيضا بالنسبة للخارج هناك بعض المراكز التي تواصل الاستقبال الناخبين إلى ساعات متأخرة من هذه الليلة وساعات الفجر الأولى اليوم الغد خاصة المراكز المتواجدة في القارة الأمريكية تحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي كاركا فضل سينيزو صحيح النسبة هذه كما قلنا على الساعة ساعتين ونص يعني قبل بريسك منطويق بساعة ونص هي 23.5% لكن مؤكد أن النسبة في الساعة الرابعة اتحسنت بالباقي وإن شاء الله نعطيكم معطيتها نحب أن نعطيكم حواجة صحيحة والملاحظة رقم الثنين هي ما زالت تفصلنا ساعة فقط على غلق مراكز الاقتراع في كامل تراب الجمهورية وهنا هدايا تجب كورا ومنها من النقطة الصحفية هذه رأي بأكثرتها آخر ندال للشعب التمسي كما قال زميلي السينبيل العزيزي ماحلش مش ننتخبو كل نهار راهوا مرة في الخمسة سنين الناس اللي تسمع فينا التويق راهوا الانتخاب حق وواجب نحبه على الأقل التويق النظم نسبة أقبال كما على الأقل الانتخابات الرئاسية وهذايا ماوش صعيف على الشعب التونسي وماوش على صعيف على إرادة الشعب التونسي ويزن تعفو ذاته راهوا قد ما تكبر نسبة الأقبال قد ما تكون الانتخابات عندها مصدقية وهذايا ما نحبه حتى حد معناتها يمس أي حاجة من الحكاية هذه فلذا رجائي لكل الشباب لكل أطياف الشعب التونسي صوتوا اللي يتحبوا أختاروا اللي يتحبوا المهم نوصلوا الرقم ممتاز وإن شاء الله بحول الله كنعمل ندو الصحفية الأخيرة تكون الأمنية هذية تحقق إن شاء الله شكرا سيد فضل سعاد نقطة واحدة شو أقول هنا اللي تثر الحديث مجدل من مناسبة الانتخابات خاصة الإشاع وما تعرفون مفعول الإشاع إشاعات كثرت على صفحات تواصل الاجتماعي إنه هناك اقتحام من أحد المكاتب هناك مثل عمف صوت رصاص ما شبه ذلك كل أحداث جانبية لن تغنينا عن إستمار في إنجاز هذا الموعد التاريخي موعد تونس أحنا رغم كل شيء رغم ما قيل مشين في مصار الانتقال التمقراتي كان شعارنا ننتخب ونواصل ونواصل وإشو حدنا لأن عدد العرس لابد أن يكون فيه ناس يأثوا هذا العرس هذا وأهم شيء هو الناخ دائما متحدثنا عن مترشح وعن تغنيم الانتخابات ونسينا الناخ ولذلك اليوم نتوجه نداء إلى الناخ التونسي لأنه هو الوحيد الذي سيسطر مصار البلاد هدية ونواصل الانتقال الديمقراطي إن شاء الله ترتفع نسمة المشاركة لنأمن أن تكون تصل إلى حدود مقبولة بالمعايير الدولية ولو أنها في الدورة الأولى من انتخابة الرياسية كانت مقبولة اليوم عنا موعة تاريخي مع الأسف تغطي الأحداث ونتاج لانتخابات الدورة الأولى تغطي على التشريعية وصبحنا نأمل أننا في تونس النظام البرلماني هو أهم بكثير والتشريعية هي الموجهة لمصارئ البلاد هدية وبالتالي التونسي عودنا أنه ديما يكون في المناسبات الكبرى يكون قد قيمة الحدث ونحن هذا نداء آخر نداء قبل إغلاق مراكز الاقتراع آخر نداء مش ناس كل تتوجه لحزيه بعدنا قراب 1506 قائمة متوشعة حوالي 15 ألف أكثر من 15 ألف مترشعة إذا كايكل مترشعة يجيب 500 شخص رأوا العديد مش تكون مرتفعة ما قلوش ألف شخص وبالتالي نداء هدين نوجهوا للناخبين للتونسيين يعني المشحن مستنوا في هذا بصار العالم ينظر إلى تجربة تونسية وينتظر فيما فأقول عليه التجربة إن شاء الله في الساعات القادمة نعلم نجاح لنفضل الناس لننشعوا لكن يفضل الناخب وشاركتوا عيدا شكرا شكرا تفضل سيد جزم أنا حبيت نضم صوتي صوت زميلي سيد نبيل العزيزي حبيت نقول راه اليوم الانتخاب راه حق وواجب حق لتونسي أنه تحصل عليه لنزالاته ولتضحياته وواجب من الشعب التونسي من المواطنين تونسا للثورة والشهداء الثورة اللي وصلونا بش نعيشوا هم هالهدي فلاش عنا تعذبية معانتها حزبية والناس نخر بكل حرية وراه معانتها كيماريتوت الهيئة سعدت وعمت كل ما في وسعها وما معانتها من إعداد ومن تنظيم ومن تحسيس حتى نخر معانتها التنظيم ناجح ومحكم وهذا بشارة الداخل والخارج وكذلك الهيئة كما شفتم حتى فيما يخص النتائج كانت معانتها مسؤوليتها واللي يتحط في الصندوق تلقاه شعب توسي موجود وقاء اختياراته بتضبط كما حددها هو ولذلك لأن أنا أدعو ضمن صوتي وأدعو مرة أخرى ونقول رهو مشينا وهذا هذا المجهود وهذا الواجب رهو مش برشة مش برشة على تونس ومش برشة على بلدنا وإن شاء الله معانتها من الحاجة الأخرى نأكد للتونسيين والتونسيات على أهمية الاقتراع وأهمية القيام واجبها والفرصة هذه ما تتاح كان كل خمس سنين وبالتالي كل تونسي هذا واجبه وهو حق مش يمشي ينتخف بزرع الوقت بزرد ساعة فلذلك نوجه نداء لتوجه الكثافة المكاتب ومراكز الاقتراع للقيام بالانجخاء شكرا سيستيان إذا كان فمشكون عنده استفسار أو سؤال وإلا فإن نرفع الأشغال التي ندوها ومعادنا مش يكون في الندوة الأخيرة إن شاء الله إن شاء الله مش يكون في حدود الساعة السابعة ونصف ليلا مشكورين على المتابعة إن شاء الله في لقاءنا الخط